السلام عليكم تتألف الأسرة من مجموعة من العناصر الأصيلة المتكاملة والمرتبطة معا برابط شرعي مقدس بين قطبين وفجأة بيصير أي شخص من أقارب الزوج أو أقارب الزوجة من الدرجة الأولى هو أحد أقارب هذه الأسرة ومكوناتها والغرض من تكوين هذه الأسرة هو تهذيب النفس الإنسانية واستخلاف الأرض وعمارتها وتوفير الأنس والمحبة داخلها المؤسس المصنعي الصغير وأول الثوابت يلي بيبدأ فيه بناء الأسرة هو الزواج الشرعي والأسرة تتكون لمجموعة من الأهداف أهمها الهدف الديني اللي من خلاله بتتحقق العبودية لله تعالى وحده عند المزيد من الأنسال يلي بيكونوا أساسا مستهدفين بالتربية الإسلامية تعليمهم وعبوديتهم كانت باجتماع وزواج زوجين مسلمين ومن أهداف الأسرة أيضا الهدف الاجتماعي اللي من خلاله تتكون نواة جديدة تربط بين عائلتين يمكن ما كانوا بيعرفوا بعض ولا كان بينهم أي صيلة سابقا صار بينهم الآن نسب ومصاهرة وكسر حواجز الجنس واللغة والأصل واللون قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ومن خلال هذا الهدف بتربي الأسرة أولادها على الفضائل الاجتماعية وعلى المبادئ الصحيحة المستندة إلى الدين الحنيف ويلي بتعمق وبتزيد أواصر الترابط بين مكونات المجتمع ومن الأهداف أيضا الهدف الاقتصادي حيث إن الزواج بيضمن تأسيس بيت جديد إنتاجي بمرحلة ومستهلك بمرحلة أخرى لكنه بجميع الأحوال جمع رزقين في أسرة واحدة ومن أهداف الأسرة وتكوينها الهدف الأخلاقي يلي هو حماية الشباب والمجتمع من فوضى الجنس والبحث عن المفاسد والملهيات غير الشرعية وحمايتهم ودرء المفسدات عنهم ومن أهداف الأسرة الهدف الصحي يلي بيتمثل بحماية مكونات المجتمع من الاستنزاف من خلال الأمراض الجنسية والعادات الرديئة يلي ممكن تأثر بالمجتمع وكيانه وتفكك وتفت فيه وتعمل على تفشي الأمراض فيه سلامة المجتمع تبدأ من سلامة أركان وجميعها وأهم هاي الأركان الأسرة يلي هي أساس البناء وأول درجات الأمان الأخلاقي والصحي والنفسي والمجتمعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه فإنما إثمه على أبيه صدق رسول الله طابت أوقاتكم صدق رسول الله صدق رسول الله شكرا